قال مقرر المحور السياسي دكتور علي الدين هلال إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار الوطني هو وجود لغة مشتركة بين المختلفين وخلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية أضف هلال أنه من الصعب تصور ديمقراطية سياسية في غياب حياة حزبية نشطة لابد من التفرق بين وجود الأحزاب من الناحية القانونية ككيانات شكلية وبين جوهر المنافسة السياسية من جانبه أكد المنسق العام للحوار الوطني دياء رشوان في تعقيب خلال الجلسة أن الدولة مستقبلها غير آمن بدون أحزاب سياسية قوية لها وجود حقيقي في الشارع أو في الحياة السياسية وأضف أن المصلحة المشتركة للجميع تتحقق بوجود أحزاب متعددة تتواجد معا وتحقق التكامل فيما بينها بمعنى سياسي فعلي مشيرا إلى أن وجود حزب أغلبية لا يعني إلغاء أحزاب الأقلية شكرا شكرا شكرا